أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قل افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يبنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها من بأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم ببتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعدها أن لو نشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقش عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رشبهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أم نبعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرحون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاكبة المفسرين وقال موسى يا فرحون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ونجدئتكم ببيلة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناوين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساعر عليم يرين أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاسين يأتلك بكل ساحر عليم وجاء الساحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الظالمين قال نعم وإنكم لمن المقرمين قالوا يا موسى إما أن تلكي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سعروا أعين الناس واسترهموهم وجاءوا بسحر عظيم وأرحينا إلى موسى أن ألق عصوك فإذا هي تلقك ما يأفكون فوقع الحق ومطل ما كانوا يعملون فقلبوا هنالك وانقلبوا صغرين وألقيا السحرات وألقيا السحرات سحر 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 وألقيا السحر سحر 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 وألقيا السحر سحر 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها وسوف تعلمون لأقطعن آيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا تَنْقِنُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَمِعْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَدَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَطِّنُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضُ لِلَّهِ يَوْرِقُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَأْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْهُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيْئَةٌ يَطْيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهَ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَوْنَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَاعِ وَالدَّوَا وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَآ وَالدَّمَآيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَخْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَالَمَّا وَاقُعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَا إِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِرُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارُكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صُبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَغْشْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةِ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ فَجَهَلُونَ إِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَمُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ مَا كَانُوا يَعْمِينَ أَلَمَا قَالَ يَعْرِيُونَ قَالَ مَا هُمْ أَظٍّ اَبْغِيكَامened إِلَهُهُمْ اشتركوا في القناة ويحون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أمناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله نكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اشتفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئضة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم نار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبيطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يقلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال مئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقوا الألواح وأخذ برأس أخيه وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكم ويعل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إشرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اللذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتنون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين أشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استفقاه قومه أن اضرب بعشرك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نوفر لكم وادخلوا الباب سجدا نوفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَابِرَةَ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَابِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ